نروح بقى مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورا مع مراسلتنا مريم سميح وحنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية وبالمناسبة منهم كمان خبرين متعلقين بمحمد صلاح خبر لي علاقة بترتيب الحزاء الدهبي وخبر تاني لي علاقة بأنه والشناوي في قائمة نصر الأولية للأولمبياد فطبعا بنصبح عليك سمعانا يا مريم صباح الفل عليك وعايز أقول لحضراتكم كمان مريم مش هكون لوحدها هيكون معاها كمان لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرت وهو مدير موقع مدير النشر في موقع يلا كورا مريم صباح الفل عليك أنت وضيفك وتفضلي احنا سمعينك صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند وطبعا بصبح على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان بيتجدد لقاءنا من جديد جولة صحفية جديدة في أبرز العنوين الصادرة صباح اليوم الاتنين من داخل موقع يلا كورا طبعا قبل ما نروح للعنوين وطبعا قبل ما نتشرف بضفنا العزيز أيمن جلبرتو خلينا نفكر مشاهدينا بأبرز مباريات اليوم في الدوري المصري للتحاد السكندري وإمبي في تمام الساعة الخامسة مساء كمان واندي دجلة والزمالك في تمام الساعة السبعة والنصف مساء وفي الدوري الإنجليزي أفرتن وساوثامتن في تمام الساعة العشرة مساء أما بالنسبة للدوري الإسباني فريال مدريد وريال سوسيدات في تمام الساعة العشرة مساء أما بالنسبة للعنوين اللي هتكون معنا النهاردة في جولتنا الصحفية من موقع اليوم السابع الأهلي يغلق صفحة مباراة الطلاقع ويبدأ التحضير لموقعات فيتا كلاب ومن الشروق الأهلي يخوض مواجهة فيتا كلاب على السادة القاهرة ومورجان موسيماني طلب خوض مباريات إفريقيا في القاهرة السلام للمباريات المحلية وطائرة خاصة لرحلات الفريق الإفريقية وكمان من موقع يلا كورا غريب صلاح وشناوي في قائمة مصر الأولية للأولمبياد وسنخاطب ليفر بول في مارس كمان من بوابة أخبار اليوم بعد فوزه على ليفر بول أفرتن في مهمة جديدة أمام ساوثامتن وأخيرا من روسيا اليوم ترتيب الحذاء الذهبي ليفندفسكي يتصدر وتقدم ميسي ورونالدو وتراجع صلاح طبعا في كل هذه العنوين يعني يسعدنا ويشرفنا أن احنا يكون معنا الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كورا عشان نتناقش معاه في كل هذه العنوين طبعا بصبح عليك يا أيمن بيسعدنا يعني لقائك في الجولة الصحفية على شاشة قناة النادي الأهلي العنوين الأبرز اللي كانت موجودة يعني مساء أمس وصباح اليوم الأهلي فوزه اتنين واحد يمكن كانت مباراة علق عليها الكثير برضو بيتسو موسماني المدير الفني المباراة القادمة غلق صفحة طلاق على الجيش على الرغم من فوز اتنين واحد عايزة أعرف رأيك بخصوص الموضوعنا أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي كريم ونهواند طبعا النادي الأهلي مبارح الفوز كان صعب الفوز اتأخر طبعا في ضغوطات كبيرة على الفريق الفترة اللي فاتت الخسارة من سيمبا التنزاني في البداية يعني في المباراة التانية أفريقيا المباراة لو يعني كأداء الأداء ممكن ما يكونش أفضل حاجة لكن الأهم في المباراة دي أن أنت بتحقق أي المكسب تغدي ثلاث نقاط عشان في فرق مباراة بين النادي الأهلي والأندية الأخرى بيحاول أن هو يفضل أن هو محافظ يعني على انتصاراته والنقاط إن هي ما تبعدش عن المنافس النادي الأهلي عنده بعض الأمور اللي منها المفترض أن الأيام اللي جاية إن شاء الله الفريق يبتدي يتلاشاها يبتدي صححها عشان مباراة فيتا كلوب طبعا الأمور هتقى مختلفة تماما الحسابات مختلفة تماما يعني ما كانش فيه توفيق لبعض اللاعبين في مباراة طلاقع الجيش ولكن من الحاجات طبعا الإيجابية جونيور أجاييه وإزاي إن هو مباراة عن أخرى بيستعيد بريقه طبعا الإصابة كانت طويلة من بعد النهاية الأفريقي أمام الزمالك وبتاعت كثيرا عن مباراة نهاردة هو بيسجل أهدافه في الدوري بعد ما سجل ضرب الجزاء الشهيرة في كاس العالم الأندية عمل أداء كويس في مباراة المريخ السوداني بالطبع استمرار محمد الشناي وتقلقه والحفاظ على مستوى وتطور دي حاجة بتدي أمان للمنتخب عفوا للنادي الأهلي وكمان لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة الأمور كلها مميزة جدا وبالتالي إن شاء الله النادي الأهلي يكون مميز في الفترة اللي جاية يمكن عايزة أعرف منك كمان بعض الدروس المستفادة اللي ممكن بيتسو موسيماني يخرج بيها من مباراة طلاقة الجيش علشان يعني يستفيد كمان منها خلال المباراة المقبلة مع فيتا كلاو طبعا هي أهم حاجة إن إزاي الفرقة ترجع تاني تخلق الفرص الكبيرة في المباراة مبارا يمكن الفرص ما كانتش بالغزارة الفعالية الهجومية محتاجة طبعا إنها تبقى أفضل من كده الفريق أكيد عنده إجهاد فيه ضغط مباراة شديد مش أي مداربين العالم كلهم مش قادرين بيتعاملوا مع فكرة الضغوطات دي بالشكل الأمثل لأن الوضع صعب استثنائي في كل دول العالم ما بالك إحنا هنا في الدوري المصري الأمور كمان أصعب وأصعب لكن ده دور مدير الفني لنادي الأهلي إن هو لازم يتعامل مع الضغوط لازم يتعامل مع المباراة لازم يتعامل إن الطموحات والأهداف بتاعت الجماهير بتختلف من نادي لنادي ممكن بالتأكيد بيحتاج وقت محتاج كان فترة إعداد محتاج أمور كثيرة ممكن يكون ملعاش لكن هادي بتبقى ضريبة إن أنت تبقى المدير الفني لنادي الأهلي إن شاء الله بيتسو موسماني والمجموعة اللي معاه ومجموعة اللاعبين لفترة اللي جاية لو فيه أخطاء يشتغلوا عليها الفرقة هحقق إنجازات الهدف الفترة اللي جاية إحنا إزاي نحافظ عليك كابتن محمود الخطيب نفسه أكد في أكتر من مناسبة اللاعبين إن الأهلي لما بيكسب بطولة بتبقى في الماضي بنحتفل في يوم بعد كده خلاص بطولة بتبقى في الماضي لأنه عندنا أهداف تانية فإن شاء الله الفرقة تقدر تتجاوز أي صعوبات عندها تتجاوز أي إصابات الأمور الفنية تتصلح ويبقى في أداء بشكل أفضل بإذن الله عايزة أعرف كمان منك دايماً سوشيال ميديا بتتكلم عن روح الأهلي بلاس ناينتي بلاس تسعين عايزة أعرف أكتر منك عن الروح دي خاصة أن فيه ناس كتيرة جداً بتعلق عليها دايماً وبعدها كمان عايزين نتكلم عن اختيار بيتسو موسماني لملاعب يعني ساد القاهرة كمان الأهلي وي السلام وكمان يعني نقطة بالنسبة للإدارة أن هي يكون فيه طائرة خاصة بالنسبة للفري الأخ طبعاً دي حاجة جميلة فكرة أن الأهلي دايماً لا تأمن للأهلي حتى يعني آخر ثواني في المباراة وكان اللقطة دي الصراحة يستحقها أجايي على المستوى اللي هو قدمه في المباراة بشكل عام في الناحية الهجومية وحتى في بعض النواحي الدفاعية أجايي كان أحد يعني الناس كلها مركز طبعاً مع الشناوي لأنه مبارح فعلاً كان أحد رجال المباراة لكن أجايي كمان يستحق أنه هو يبقى من أفضل اللاعبين في المباراة فاستحق لقطة بلاس ناينتي في مباراة طلاق الجيش طبعاً استاد القاهرة فيه مميزات تخص أرض الملعب المساحات بتاعته الفرقة الأفريقية عموماً بتخاف أكتر من استاد القاهرة فيمكن عشان كده بيتسو موسمانيا أو الجهاز الفني شايف أن المباراة أفريقية الأفضل نهاية تتلعب استاد القاهرة عن ملعب الأهلي وي السلام استاد القاهرة شفنا أرضيته طبعاً في مباراة المريخ كانت جميلة جداً بعد التجديدات ضغوطات المتشاط عليه بتبقى أقل بكتير من الأهلي وي السلام فده أفضل نقطة إيجابية جداً إن الإدارة بتوفر طائرة خاصة للرحلات الخارجية الأهلي عنده رحلة الكنغو دي مش هتبقى سهلة بعد يعني مباراة فيتا كلوب اللي جاي المباراة اللي هي في الجولة الرابعة الرحلة بتبقى الكنغو صعبة فبالتالي توفير طائرة خاصة ده أمر سهل بعد كده في الختام في رحلة أو بعدها على طول هيبقى فيه رحلة للسودان كل دي أمور بتريح الفرقة ده دور الإدارة نهاية إزاي توفر سبل الراحل للفرقة عشان ينزلوا يقدوا أفضل ملديهم يعني إدارة النادي الأهلي بتوفر كل حاجة للفريق وبالتالي الفريق إن شاء الله يعني يقدم كل ما هو جايت أيمن أنا بشكرك جدا طبعا على تحليلك لهذه العنوين يمكن كان معانا عنوين أخرى ولكن كان بالنسبة لنا الأهم هو طبعا عنوين يعني النادي الأهلي وكل ما يتعلق بالنادي الأهلي والعنوين التي تناولت فوز طلاع الجيش وكمان إغلاق الصفحة نهائيا والاستعداد للمبراءة القادمة مع فيتا كلوب يمكن دي كانت جولة صحفية وطبعا يعني أسعدنا تشريف الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كورة بشكركم جدا الكلمة إليكم مرة أخرى نحن نشكر الجزير الشكر زمنتنا العزيزة مريم سميح وأكيد تحياتنا الضيفك العزيز الأستاذ أيمن جلبرتو وفي طبيعة الحال شكرنا موصول للزميلة الجميلة هنا أبو القاسب شكرا لي